بل أعتقد أنه قربنا نكسر أرقام الرؤية في أوقات قبل الرؤية بكثير ستحقق المملكة أهداف الرؤية قبل حلول عام 2030 هذا ما قاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبيناً المنجزات في تنويع مصادر الدخل للمملكة من غير الثروة النفطية النفط خدم المملكة ولم يزل يشكل جزءاً أساسياً من الدخل ثم جاءت الرؤية من أجل تحقيق الطموح الأكبر في الاقتصاد عبر تعزيزه بصناديق واستثمارات ستشكل رافداً مستقبلياً للاقتصاد السعودي كما أشار سموه إلى استهداف نمو حجم صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من 200% في السنوات الخمس المقبلة وأن مشاريع صندوق الاستثمارات خارج المملكة ستستهدف تحقيق عوائد بأكثر من 10% وكشف ولي العهد عن أرقام اقتصادية مؤثرة أبرزها تصاعد مؤشر سوق الأسهم في مستويات 6 و 7 ألاف نقطة إلى أكثر من 10 ألاف نقطة في الوقت الحالي كما أكد أن الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% سيكون لمدة خمس سنوات ومن جانب استهداف الرؤية للبطالة فقد قال ولي العهد أن البطالة كانت قبل الرؤية تبلغ 14% وتستهدف الرؤية خفضها من 4% إلى 7% موضحا أن مستهدفات قطاع السياحة ستخلق ثلاثة ملايين وظيفة جديدة حتى عام 2030